أنا هرجعك تاني للأزمات عايزين نعرف إيه آخر تطورات أزمة كهرباء أزمة كهرباء لحد الآن يعني طبعا ما فيهاش جديد يعني ممكن حاليا اللاعب يحاول يتواصل مع النادي الأقلي بحيث إن إقدارة النادي الأقلي تحلله المشكلة دي لكن حتى الآن يعني إقدارة النادي الأقلي بتحاول تسعى إن هي تساعد كهرباء في النقطة دي وإن يحلل له مشكلة الغرامة 2 مليون و400 ألف لكن حتى الآن الأمور صعبة شوية لأن المبلغ كبير جدا فبيحاول إدارة النادي الأقلي 200 مليون و400 ألف دولار بالزمالك كمان رافض تقسيط الغرامة عايزها كاملة فإدارة النادي الأقلي بتحاول إن هي تشوف عرض مناسب لكهرباء يتم إن هو يرحل حتى على سبيل الأعارة والفلوس بتاعت الصفقة تقدر الأقلي اللي هو يقدر يدفع النص كان فيه كلام إن البلاشمهندس ياسيم منصور رئيس شركة الكرة السبب النادي الأقلي إن هو كان هيدفع نص الغرامة فمقابل إن اللعبة هتحمل النص التاني لكن حتى الآن هل ممكن مصير كهرباء يتعرض للفناء؟ يعني كلعب ينتهي مسرته بسبب هذه الأزمة ولا حيكون فيه مخرج بشكل أو بأخر؟ أعتقد إن هبقى فيه مخرج قريب لأن الموضوع صعب قوي والموضوع صعب بس أعتقد إن هبقى فيه مخرج يعني إما الموضوع ممكن يوصل إن الأهل يفسخ عقد القهربة لأن فيه عروض جاياله من الدور المصري بس طبعا عروض مش قوية حتى مع العروض دي إحنا لسه عمدنا مشكلة الغرامة ما هي الفكرة أن حتى مع العروض دي العروض مش كبيرة وفي نفس الوقت مش هتساعد مش هيرفق فيه الغرامة برضو فيه مشكلة كبيرة فيه مشكلة كبيرة جدا وده ممكن يتسبب إن الأهل يفسخ عقده ويروح أي نادي وهيبقى شايل هو لوحده الغرامة هي المشكلة كلها إن بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهل البشوانس ياسيم منصور كان قائل نوع يدفع نص الغرامة طبعا موضوع دلوقتي خرج من إيده فأمور صعبة بالنسبة لكهرابة وأتمنى أن المشكلة تتحل يا رب المشكلة تتحل وأتمنى لو إدارة نادي الزمالك تزور شوية وتقصت الموضع إن شاء الله قزمة كهرابة تتحل قريبا